طبعاً من الناحية العسكرية الجيش الأوكراني لا يمكن له أن يواجه الجيش الروسي بكل الأرقام والمقارنات حتى وأن دعم عسكرياً من قبل أوروبا لكن الطريق الوحيد لكسب المعركة أو احتمال كسب المعركة لأن لا يوجد تأكيد في العلم العسكري لإحتمال كسب المعركة هو المزيد من عمليات النوعية والعمليات النوعية هي استخدام المسيرات الاغتيالات تعطيل القوات قد نرى مسارات أخرى هناك ذكر مثلاً جلب مجندين من الخارج وبالتالي هذه كلها وسائل نسميها وسائل غير تقليدية وقد نعتبرها في بعض الأحيان هي حرب العصابات وأعتقد أن هذه الحرب تكون صعبة لجيش كالجيش الروسي الضخم وهو يحاول أن يتوغل داخل مدن قد لا يستطيع أن يركز أو يواجه قوى عسكرية لأنه سيجد عمليات مباغتة كاغتيال فردي أو كمسيرات مفاجئة وهذه هي أصعب الحروب على الجيوش الكبيرة الجيش الروسي أو حتى ما سبقه السوفيتي هو جيش هائل في الدفاع عن نفسه يعني هزم هتلر في الحرب العالمية الثانية في ستانينيقراد ولينيقراد ولكنه دائما يعني لا يميل إلى عمليات الهجوم دائما منتصر في الدفاع وعمليات الهجوم تطول عليه وتصعب ولكنه في نهاية المطاعف ينهيها يعني لا يجب أن ننسى جورجيا التي قضم 20% من أراضيها وغير نظامها وأيضا الشيشان وغيرها ولكن في أفغانستان كانت أصعب العمليات ولم يستطيع أن يواجه حرب العصابات قد يستخدم الأوكرانيون الوسائل الأفغانية أو الأساليب الأفغانية لتعطيل الجيش الروسي أكثر وأكثر وهذا التعطيل هو مناورة أو وسيلة تساهم في تفعيل دور الحرب الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تصعب الأمور على روسيا وتضعف دورها وبالتالي يمكن أن تسير الأمور بالاتجاه الغربي أكثر من الاتجاه الذي ترغب به الصين وروسيا بصناعة هذا العالم المختلف اشتركوا في القناة